مرحبا بك مرة أخرى لقد قمت برسم الجدول الخاص بالمسألة مسبقا لتوفير الوقت والمسألة كالتالي يقوم تاجر ببعض ثلاث أنواع من الساعات وتشير العلامات الموجودة في الجدول أعلى إلى عدد دقات الساعة ما هو العدد الكلي لدقات الساعة خلال 90 دقيقة؟ إنها الفترة بين الساعة السابعة والربع والثامنة والخمسة وأربعين لنقم بتحليل الجدول لدينا الأنواع A و B و C من الساعات يحتوي العدد الثاني على عدد الساعات الموجودة في المتجر من كل نوع يشير العمود الثالث إلى العدد N وهو عدد الدقات عند الساعة N وهذا يعني أنه عند حلول الساعة السابعة تدق الساعة سبعة دقات وعند حلول الساعة الثامنة تدق الساعة ثمانية دقات وهكذا بالنسبة للعمود الرابع تدق الساعة مرة واحدة على رأس كل ساعة بينما تدق الساعات في العمود الأخير مرة واحدة عند منتصف ساعة وعلينا إيجاد عدد الدقات بين الساعة الخامسة والنصف والثامنة وخمسة واربعين لنقوم بإيجاد عدد الدقات الناتجة عن كل من الساعات في الفترة المعطاة بالنسبة للنوع الأول عدد الدقات يساوي عدد الساعات مضروبا في عشرة كم عدد الدقات الناتجة عن كل من تلك الساعات بين الساعة السابعة والربع والثامنة والخامسة واربعين حسنا ينتج العدد N من الدقات عند الساعة N أليس كذلك؟ إذن في الفترة المعطاة يوجد ساعة واحدة فقط وهي الثامنة وعندها تدق الساعة ثمانية مرات ويدق هذا النوع من الساعات مرة واحدة عند منتصف الساعة بالتالي كم مرة يحل منتصف الساعة؟ حسنا لدينا الساعة السابعة والنصف والساعة الثامنة والنصف إذن سوف تدق الساعة مرتين عند الساعة السابعة والنصف وعند الثامنة والنصف وبذلك يتم إضافة العدد اثنين إلى العدد السابق ويتم ضرب العدد في عشرة بسبب وجود عشرة ساعات بالنسبة للنوع الثاني من الساعات بي عدد الدقات يساوي عدد دقات الساعة الواحدة بي مضربا في عدد الساعات ويساوي خمسة وتدق الساعات منها العدد أن من الدقات عند الساعة أن حسنا ينطبق الأمر ذاته حيث تدق الساعة ثمانية دقات عند الثامنة ولا تدق بعد ذلك إذن نقوم بضرب العدد الثمانية في خمسة بالنسبة للنوع الثالث لا تدق تلك الساعات أن من الدقات عند الساعة أن بل تدق مرة واحدة في الساعة لذلك تدق مرة واحدة عند الساعة الثامنة بعد ذلك تدق مرة واحدة عند منتصف كل ساعة لذلك يتم إضافة دقة واحدة عند السابعة والنصف ودقة واحدة عند الثامنة والنصف وبالتالي نضرب ثلاث دقات في ثلاث ساعات ما ناتج هذا المقدار عدد الدقات الكلي للساعات من النوع A يساوي العدد ثمانية مضافة إلي إثنين ويساوي العدد عشر دقات مضروبا في العدد عشر أي عدد الساعات في المتجر ويساوي مئة دقة ومن ثم مجموع عدد الدقات الكلي للساعات من النوع B يساوي ثمانية دقات للساعة الواحدة مضروبا في عدد الساعات خمسة ويساوي أربعين ومجموع عدد الدقات الكلي للساعات من النوع C يساوي ثلاثة دقات للساعة الواحدة مضروبة في عدد الساعات ثلاثة ويساوي تسعة دقات ونقوم بجمع عدد الدقات معا وبذلك يكون عدد الدقات الكلي للساعات الموجودة في المتجر في الفترة المعطى يساوي 149 دقات هذا إن لم أرتكب أي خطأ حسابي خلال الحل إذن ينتج العدد 149 من الدقات للساعات خلال 90 دقيقة سوف ننتقل إلى المسألة التالية ولدينا في هذا السؤال العديد من الرموز العشوائية في المسألة لكنني سأستبدلها بأعداد أو بالحروف التالية A و B و C و D و E لأن هذا أسهل بالنسبة لي فهذه الصورة عديمة الفائدة بالنسبة للحل إذا تم وضع البطاقات الخمسة الموجودة في الأعلى على شكل صف بحيث لا يكون الصندوق المضلل الذي سأطلق عليه الرمز C على أي من الطرفين مع عدد الترتيبات المحتملة لهذه البطاقات حسنا سأخبركم طريقة في الحل نتيجة لوجود شروط معينة بالنسبة لموضع البطاقة C سوف نفترض أنه تم وضع البطاقات بالترتيب حسب الاسم ونفترض أنه قد تم ترتيبها في شكل نقاط سأقوم برسم خمسة منها ولدينا البطاقة C ونعلم مسبقا أنه لا يمكن وضعها على الطرف الأيمن ولا على الطرف الأيسر إذن يمكن وضعها في إحدى هذه المواضع الثلاث في الوسط وبالتالي هناك ثلاثة حالات محتملة لموضع البطاقة C لنفترض أنه يتم وضع البطاقة C في إحدى هذه المواضع الثلاث والآن يبقى علينا وضع البطاقة A كما عدد المواضع الباقية والتي يمكن استخدامها لوضع البطاقة A سيتم استثناء إحدى هذه المواضع الثلاثة لأنها خاصة بالبطاقة C وبذلك يمكن وضع البطاقة A في أي من المواضع الأربع الأخرى إذن هناك أربعة احتمالات خاصة بموضع البطاقة A بعد وضع البطاقة A يتم استثناء موضعين إثنين ويتبقى لدينا ثلاثة مواضع إذن هناك احتمالات خاصة بموضع البطاقة B ويوجد احتمالين لموضع النقطة D واحتمال واحد لموضع النقطة A وبضرب الأعداد التي تم إيجادها ناتج ضرب الأعداد 3 و 4 يساوي العدد 12 وناتج ضرب الأعداد 12 و 3 يساوي العدد 36 وناتج ضرب العدد 36 في 2 يساوي العدد 72 إذن يوجد 72 ترتيبا محتملا حيث لا يتم وضع البطاقة الوسطى أو المضللة على أحد الطرفين هذه هي طريقة لحل هذا النوع من المسائل حيث يتم تحديد المواضع التي يقع فيها كل عنصر أي أن البطاقة الأولى على سبيل المثال من الممكن وضعها في ثلاثة مواضع وهكذا آمل أن تكون قد استوعات فكرة الحل لقد انتهينا من حل المسائل الخاصة بالقسم السادس إلى اللقاء في الدروس الخاصة بالقسم التالي